يلتقي اليوم منتخباء ألمانيا وإيطاليا في ربع نهائي كأس أوروبا إيطاليا هي وصيفة البطولة الماضية وأحرزت اللقب آخر مرة في عام 68 فيما سبق أن توجد ألمانيا ثلاث مرات بالبطولة أكد نادي بروس دورتموند ألماني توقيع مهاجمه الدول الأرميني هنريك مختاريان عقدا انتقل بموجبه إلى صفوف منشسة يونايتد الإنجليزي في دور السادة الأمريكي أمضى مايك كونلي عقدا جديدا مع فريق منفلس جريزليز بقيمة وصلت إلى 153 مليون دولار لخمس سنوات